أهلاً وسهلاً بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري وحلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي كل عام وحضراتكم بخير زي ما بدأنا الشهر الكريم كل يوم معنا بيكون معنا نجمة من نجوم شاشة القناة الأولى نجمة إخبارية بتقدمناها نشرة الأخبار نجم إخباري بيقدمناها نشرة الأخبار بيكون متواجد معنا في بيته نستوديو النهاردة في برنامجنا أكلة أمي وبنعرف معها تفاصيل كتيرة وأسئلة كتير حضراتكم بحبيت تعرفوها ولكن معنا المينيو النهاردة والمقادير بتاعتنا إذا كان دجاج إذا كان معنا سجق طماطم كريمة بصل وما نساش طبعا جبنا مزارلة وشوية بتنجان عشان برضو إحنا مش هدول إيه الأكلات اللي نعملها ضفتنا اللي هتقون ومعنا ماكرونا ومعنا أمر الدين وطبعا معنا كل يوم الكنافة واليميش والخشاف الماتيريال بتاعنا متواجد في أي بيت يعني إحنا بنعمل الأكل البسيط السهل اللي تقدري بعد ما بتخلص الحلقة بتاعتنا على طول مباشرة تعملي نفس الوجبة اللي بنعملها أو نفس الفطار بطريقة سهلة وبسيطة ودائما عندنا البساطة السهولة المرونة مش عايز تقول حضراتكم لأن طبعا ضفتي موجودة معنا في اللوستوديو هنستقبلها مع بعض وحضراتكم بالتأكيد عايزين تعرفوا النجمة النهاردة مين معنا هناخد بعناها نطلح فاصل صغير وبعد الفاصل انتظروا معنا نجمة من نجوم شاشة القناة الأولى بتكون موجودة معنا دايما في الستوديو بتاعنا أكلة أمي أوقات راه وبعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل ضفتنا وضفت حضراتكم النهاردة نجمة شاشة القناة الأولى الميزة فيها أن هي بتجمع ما بين الأداء في الهدوء والجمال والأناقة والثقافة وهي مزيعة شطرة جدا خرجت كلية الإعلام وبتحب شغلها من ساعة ما تخرجت من الكلية المطبخ عندها نص ونص مش أساسي بس شغلها رقم واحد وأولاتها يكلوا في البيت كمان دي رقم واحد مزيعتنا النهاردة وضفت حضراتكم النهاردة الأستاذة ليلة أمر تفضلي أستاذة ليلة أهلاً وسهلاً كل سنة وحضرتك طيب أخبارك إيه؟ مزيع شاطر مزيع شاطر جداً طبعاً أهلاً وسهلاً نورتيني في المستدين طبعاً ده بيتك ومكانك أكيد طبعاً التليفزيون المصري دايماً بيتنا كلنا يعني العهد عارفة مكانك لازم فارد ظهرك وقعد مستقيم وبصص لكاميرتك دي شروط طبعاً نورانا ستكولس كل سنة وطيب وانت طيب يا شاف احنا معنا ما ترجل كتير النهاردة يعني عارفة مطبخ زحمة تنجان مشوي ومكارونا وفيه فراغ متقطع واسجوء وتماطم شايف حاجات صحية كتير حلوة التنوع وفيه خضار فيه بروتين فيه نشويات يعني كل المكونات المهمة موجودة وهذا حيناك نحب الأكل الصحي اللازم تبقى كل العناصر موجودة حال يعني ما ينفعش تبقى نشويات بس بروتين بس لازم يبقى فيه تكافه كل العناصر الغذائية طيب انت من مدوكة نظرك من المكونات اللي عندنا نقدر نعمل ايه فيه حاجات كتير قوي يعني ممكن مكارونا واسجوء مع الفلفل والبسر انا دايما نبص ازاي كتب اه بحقيقة عندك خطة اه اه واحنا عندنا ده ايه ده كريمة حمضية اشطة دي زبادي دي زبادي دي زبادي دي زبادي عمل منه سلطة ودي كريمة لباني كريمة لباني وفيه تومة هو وزيدة ممكن نعمل مكارونا بالفرخ فوتوتشيني مثلا وبالكريمة بالكريمة وممكن الفرخ دي تعمل فيه حاجات كتير يعني اعملت مكارونا بالدجاج والكريمة انت بتحبيها انا بحبها وبحب ازود عليها دايما خضار يعني انا لازم اي حاجة اه يعني بحب دايما نحط الخضار في اي حاجة يبقى موجود لو انا ما عنديش سلطة لان السلطة دي حاجة اساسية عندي فبعود ده ان يكون عندي خضار وكان هعمل بابا غنوك اه بابا غنوك بالزبادي انا بعملها بالطحينة اه في البعض بحط الزبادي اعملها بالطحينة والتوم يعني ما جربتهش بصراحة بالزبادي قبل كده انا حطيت ليه زبادي المرة دي بمناسبة الصحور يعني ويعتبر ده كمان طبق صحور في وجود الزبادي فيه فانا بدعمه لبابا غنوك ممكن يتعمل بالغير زبادي وعنا امر الدين مستر امر الدين برده هنعملوا مشروبنا اعتبت مشروبه احنا بحبه كمان اعملوا زي مهلا بيت امر الدين بصراحة بيبقى لطيف جدا يكسر الحمودة بتاعتها وبيتحط عليه بقى صبيب وجوز هند ونيجي بقى لضيف الصفرة في الشهر رمضان اكتر يعني طبق الفول بتاعنا انا مبدع فيه في خلال الشهر كل فول على الصحور بقى يعني على الفطار ما عرفش بنتجنب الفول ده شوية الناس على الفطار تحب ترصى حاجات كتير بس لازم بمع الصفرة طيب انا هعمل طاجل الفول بالسجوع ده بقى معرفوش خاص احب انت الاكلات الشعبية انا بحب الاكلات الشعبية بس الفول مليش في تانوعات الفول المختلفة احبه عادي جدا عليه زيت ممكن لمون وكمون او عليه طحينة بس ما جربتوش بصراحة قبل كان بالسجوع خاص يعني الفول بالصلصة مش بعزه قوي يعني انا عرف ان هو حلو جدا طبعا بس مليش فيه هو الفول يحب طبعا البساطة يعني يوزر طعمه مع زيت الزيتون اكتر من الكمون بمن هو عنده مشاكل مع الكلون والحاجات دي كلها هو الكمون يعني عنصر حلو او بيفرق في طعم الحاجة كتير كمان وبيضيف قيمة غذائية وبيدي طعمه وريحة حلوة او بس ما نخلوش يغلي يا سيد زمالي ليه عشان لو غلي كتير هيمر ده ايه الكمون لا انا بس يعني برشه في الاخر رش يعني من فوق مش فكره ان هو يغلي طب نبدأ نعمل مكارونا بالفرخ خلينا نسلق المكارونا طيب نسلق المكارونا سلق المكارونا فيه فن هنا اخلي بالك معلتين زيت زيتون تحب تساعديني ولا فيه حاجة معينا حابة تعمليها من الالف لليا لا اهعمل معيك بقى اتفضل المكان مكانك ستكولي بس هحتاج جوانسي انا ايه اه اتفضل ايه سلق المكارونا ده نبدأ بيه تاخد وقتها دي حاجة صعبة صعبة دي حاجة صعبة دي حاجة صعبة طب والله بجد حاجة صعبة عشان ما تعجنش علشان ما تعجنش لازم تسلها في مياه مغلية اه لازم طبعا المياه تبقى مغلية لازم وعليها زيت وعليها ملح بالظبط دي اول حاجة اخلي بالك مشكل المكارونات بتستوي في نفس الوقت هو تلت ساعة ده المعروف بس فيه مكارونات تانية لا بتحسها بعد التلت ساعة برضه تبقى ناشف مايرتلس تكمل سواها مع الصوس بتاعها تبقى ألطف بالظبط لو فيه صوس لازم طبعا تكمل سوا السؤال المعتاد دايما بنسأله لضيوفنا هنا اول حاجة بنسأله في رمضان يا ابنة عزم يا ابن عزم انت مين منهم؟ نص ونص لا مفيش يا بيض ياسود لا مش يا بيض ياسود اول يومين عزومة لو جات عزومة عن ماشي اوكي طبعا انما بيبقى فيه في الخطة بيبقى فيه جدوة المعمول كده ان كل اسبوع فيه مجموعة معينة من الناس هعزم يعني ممكن انا كون طول السنة ما بحبش اقف المطبخ كتير لمدة طويلة لكن في رمضان الوضع بيبقى مختلف تماما تحب تتعزم اول حاجة احب اتعزم طبعا واحب اعزم كمان لان ساعتها في رمضان بيبقى الوضع مختلف يعني بيبقى حابة كل حاجة تبقى على الصفرة محطوطة عمل الحلو والحادق والعصير والشربة تبقى صفرة متكاملة ده ما بيحسس طبعا في الايام العديدة استعداد طبعا طبعا طيب انت من الناس اللي بيحبوا في الشهر الكريم يعني في البداية الشهر الكريم نتعزم مثلا عند الارايب وناجب مع الايلة والاسرة ولا جالك تليفون ايا كان بقت العزومة انا رايحة مع العزومة لا هي في حاجات مقدسة اول يومين دون الاهل مامتي وبابايا وتاني يوم حماتي في جدول كده محطوط لازم اول يوم ماما بعد كده يعني اول اسبوع بقى بعد يعني بقيت الاسبوع بنريح بكام نبدأ من تاني اسبوع بقى نشوف العزومات هنعزم مين هنتعزم عند مين ممكن نعمل ديش بارتي برضو بتبقى من الافكار المطروحة كل واحدة بقى تجيبوا احسن طبق بتعمله اه وتتميز بفي الايام اه بزبط تاني كل واحد يفرد عضلاته في اليوم كل واحد يفرد عضلاته طيب طيب السؤال المهم جدا بقى ولادك انا عارف ان هم بيحبوا الاكل الهلسي كويس تعارفة بقى هم اتعودوا عليه مش فكرة بيحبوا بس الفكرة ان انا عاودتهم دايما يأكلوا كل حاجة سواء بقى الحاجات اللي بنحبها الوجبات السريعة او الحاجات المسبكة او الحاجات الهلفي الحاجات المسلوقة يعني هم هم ممكن يأكلوا ارنبيت مسلوقة ما عندهمش مشاكل اللي يتحط قدامهم لازم يتاكل فانا عاودتهم على كده بصراحة علشان يعني مش دايما بيبقى فيه اوبشنز كتير على مزاك كل واحد في الاكل انا عايز حضرتك تحمريني الفراغ داي وحمرلك الفراغ داي يعني رصي عايزك مهارتك الطعوية الجميلة وحطيلك بصلايا تحب تحمر الفراغ بقى للماكرونة تحطي بصلايا والتومة انا بحب اه لازم البصل ده اساسي والتوم كمان انا يمكن اكتر بحب التوم بشكل اساسي مع الفراغ يعني في معظم تدبيلات الفراغ اللي بعملها بعتمد على التوم معاني فيه سيدات كتير يعني يحب يخشوا المطبخ يحبوا طعم التوم بس ما يشوفوش في الاكل لا انا غير كده خالص انا التوم بعتمد عليه هي دي سخنة انا بتسخن ايات زي الفراغ ولا نستنى عليها شوية ما زبت السيدة مكدمن طبعا اللي عايزين نعرفه كمان من حضرتك انت لما تحب تخرجي تاكل برا تاكل الاكلات الشعبية ولا بقى النظام اللي هو الاكل البيتي اللي انت عارفها تروح على مطعم بيعمل اكل بيتي والاكلات المعروفة اه لان فيه حاجات انا بحبها ما بعملهاش خالص يعني مثلا الكوارع 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 دي وانا طفلة كان مستحيلة كلها بس يمكن لما كبرت شوية بقيت فيه حاجات كده في الاكل بيبعندي استعدادة اتجربها ماما ممكن تعمل الكوارع ماما اه انا مامتي والدتي مش مصرية بس بقى عندها خبرة في الطبيق رهيبة بتعمل حاجات لا تتخيلها اصلا بتحب تخش المربك تعمل اكلات المصرية بتعمل اكلات اتعلمت اكل مصري كويس جدا يعني تعمل منبار بقى وكوارع وكرشة كل حاجة ممكن تتخيل ماما جنسيك ايه هي فولندية فولندية وبتعمل كوارع بتعمل كل حاجة هم برا بيأكلوا الكوارع على فكرة وبيأكلوا الكرشة بيعملوا منها شربة يعني شربة كده وفيها بقى جونس وحاجات يعني مش احنا لوحدينها بتحب الحاجات التي تليها للشعب الجميلة دي لا مش احنا لوحدين وتعملها باحترافية بتعمل لانها بتحب المادة وتحب تجارب كل حاجة جديدة حال طيب مما تحب ايه من الاكلات المصرية اول طبعا بتحكي لك عن ذكرياتها وتجوزت بابا طبعا فاكيد يعني في اكل مصري انا معرفش الاجانب بيحبوا الباميا ليه الاجانب مع ان هم ما يعزوش الملوخية خالص مهمة جدا على فكرة يعني هم الملوخية بالنسبة لهم شيء غريب انما بيحبوا الباميا جدا يعني ساعتكوا التسافر اخد باميا معايا اخد باميا وفلفل ورون فلفل حامي ونعملها هناك اه احبوا اكلة الباميا باللحمة الضانية اه باي نوع لحمة بقى ورز لان برضو مفهوم الرز اللي عندنا ده مش عندهم برا هم برا بيعتمدوا اكتر على لا بيأكلوا برا اكتر البطاطس المسلوقة بالنسبة لبولندا يعني اه يعني طبعا البطاطس عنده باهم حاجة البطاطس بديل الرز اه فلما تعمل لهم بقى رز بالشعرية حسوا ان ده حاجة ابداع يعني خاصة مع التاجد الباميا لازم لز رز بالشعرية كده معك السوح ما زايفة اه استنى تمام تسلم ايديك حالا يا مية اه اتا عاولي عايز ايه لا بشوف المكارونة المكارونة هناخد منها شوية مية احنا نعمل بقى الصوس بتاع الفراخ زي ما احنا بنعمل تده اهو يا رايت نعادة الملح طبعا وفلفل بنحطه قرب الاخر اه وفي اللحمة بنحطه في الاخر خالص عشان تستوي اصرار هل تحب المكارونة تبقى سبايسي شوية ولا نتكتر فيها الكريمة اللبانية اه انا مش بحب السبايسي بس يعني لا حالي انت الاكل النهاردة بيتعامل على الزوق كنت لا انا ما بحبش الحاجة تكون حرقة او في الاكل لا خالص بتخش المطبخ بتعملي اكل بتعملي الاكل ده بنعة رغبة ولادك ولا رغبتك انت ورغبة زوجك وماما مثلا ما هي رغبة ولادك دي مشكلة هو فيه عمر واحدة بتسأل ايه ده كزا حد عايز يغير من الاكل ايو بس هو فيه حد كل ما تسأل كل يوم هنأكل ايه وحد بيديك اجابة ابدا لا لا وفي الاخر يعني محدش بيديك اجابة اه ففي الاخر خلاص بعمل اللي علما زيجي بيبقى امر واقع الا لو فيه حاجة معينة يعني كتير دلوقتي بيحصل اعتراض على الصفرة يعني تلاقي واحد عايز زيك لا ما بيحصلش اعتراض على الصفرة عندك انت فيش الكلام ده مع الولاد اه وبعدين هما بقوا دلوقتي مسلا يشوفوا واجبة معينة حاجة جديدة عايزين نجربها طبعا على السوشيال ميديا اليوتيوب او التيك توك فيقولوا طب يلا نجرب يلا نعمل النار فنجيب المكونات ونعملها فده بيبقى لطيف برضو التجميع يعني يحبوا الاكلات اللي هي تأليفة ملاش اسم يعني مثلا مش نقولك مثلا تاجن مساقعة تاجن فلاء يعني يكمل حاجة اختراعي يعني دخلت مي دخلت ليلة المطبخ معرفش دخلت ليلة المطبخ دخلت ليلة المطبخ وعايزة تعمل اكلة لمامتها هي عارفة مامتها بتحب اكلة ايه اه بسؤال صعب اوي ماما تحب الاكل الخفيف طيبك بانها بتطبخ كل حاجة اه بس اه هقولك اكتر حاجة بتحبها الفراخ بالماشروم ماما اه ان انا اعملها لها يعني برضو مع المكارونة ومع الكريمة فدي حاجة من انتها بتحب تاكل الفراخ بالماشروم من ايدك او شربة المشروم مثل بالكريمة اه يعني هي الفراخ بالماشروم اكتر حاجة اه طب لما تعمل الماما الفراخ بالماشروم انت بقى لما تحب تاكل من ايد ماما تاكل من ايدها ايه لأ انا انا بفتري ناتي حاجة كل الحاجة او حاجة لاما ناب гр with m كل حاجة تمسك فيها كل حاجة اه طبعا حاجات بقى لانا كمان هي زي بقولك بتنج بين الحاجتين بتعمل اكل المصري خاص وبتعمل اكل كمان ايه بولندي بالزبط غرب وفي نفس الوقت بيبقى يعني طعمه حلو مش حاجة مثلا ما اي حاجة بتعملها ماما بالتأكيد بيكون طعمها مميز ما اكيد طب انت دي وقت يومك بيبدأ ازاي او سيزا ليلة في رمضان ولا في رمضان اي رمضان فقرة الفطار دي انا اكيد في رمضان الموعيد بتتلغبط الموعيد بتتلغبط طبعا والوقات بتبقى مختلفة يعني الميزة ان الواحد معظم شغله في رمضان بيبقى بعد الفطار فبيبقى معاى بقى اليوم بحاله من الصبح يعني يفكر بقى هيعمل ايه على الفطار وايه الحلو وايه الحادق فبيبقى بصراحة معاك وقت كافي ان انت في اليوم كله في اليوم كله بيبقى يوم عادي بقى لو في حاجات مرتبطة بالبنات او كده بخلصها طبعا الصلاة وقراءة القرآن وكده وبعدين بقى بنبدأ نفكر فحنكون ايه الفطار نبدأ بعد صلاة الظهر نفكر فحنكون ايه اه بالضبط ايه الاكلة اللي داخلت ليلة تخش المطبخ تعملها تقول محدش يعملها غير ليلة وبس انا بعمل صدور الفراخ بالسبانخ حلوة او اه اللي هي محشية سبانخ وعليها من بره روز ماري حال وبتبقى جوة محشية سبانخ وجبنة دي من المطبخ الفرنسة لما فطيرة سبانخ تبقى على بطول هي مش فطيرة سبانخ لا ده هي صدور الفراخ محشية بالسبانخ هي طبعا بت مثل كوردون بلو كده مثلا يعني اه بس انا مش بحب بقى كوردون بلو انت بتغطصها في زيت طبعا وبتبقى في بيض وبقسمات انا عادتا بحب بعمل حاجة في الكور علشان الدهون تبقى قليلة شوية طبعا مش بحب تبقى الدهون كتير استأذن حضراتكم بس نشوف بأدير الفول تاجن الفول بالسجوء خدناها تماما سجوء طبعا عند السوزة مية هنا السوزة ليلى ومعانا الفول بتاعنا الجميل سجوء اهو يفتح هذا الفول ده حطيت عليه بس الملح والفلفل بس اه اربع لا حطيت توم حطيت توم وزيت زيتون اه اه كده بالشكل ده اه تقليبه دي كده اه اه الفراختي عندين نعلي عليها النور شوية وليلي الفراخ كده استمت معك يعني يحتاجين نعلي عليها النور شوية نحط شوية زعتر عليها اه اه كده كده زي الفل عايزة تحط الملح والفلفل اه تحط الفلفل على زقك انتي اتصدال يلا شوية ببريكا من يجي البابريكا حامل اه تحب البابريكا حط اه حط البابريكا هيا البابريكا بتبقى يعني خاليط لطيف مع الفراخ دايما يعني هورا بس التستي اخدنا في مكان تاني اه الملح بقى بي اه كده بقى كده بقى الملح الملح حاضر تفضلي الملح ده بقى يعني عادها ده مزاك اه هتتتحب الملح زيادة او كتير لا قليل 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 من الطبيعي كمان قليل من الطبيعي ما نقدر نعالج موضوع الملح هو الملح اه لو قليل هتزود اه مشكلته لو كتير مش قدر تيكل خلاص خاصة لو اكل فيها كريمة وحاجات زكرة بالزبط واضح انك شطرة فدايما الملح لازم يعني ممكن تزوده في اي لحظة وانا عادة سواء ملح او سكر ببقى دايما اقل من الطبيعي طبعا بالنسبة للحلويات احنا لنا موقف مع الحلويات مع الأستاذة ليلى طبعا عشان هي كمان بتحب الحلويات ولكن بطعم مختلف هنطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل الحلقة بتاعت النهاردة ماكارونا بالدجاج راحت الفراخ طلعت حلوة راحت الفراخ مع الكريمة وتاجي نفول بالسجوء شعب لطيف وحلو على طريقة الأستاذة ليلى ومننساش طبعا صنعت البابا غنوك وبشروبنا النهاردة عمر الدين او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الأستاذة ليلى عمر دفت النهاردة وضيفت حضراتكم والفراخ بتستوى هيا والفراخ بتستوى على الشاشة شهادة منها قالتلي انك اضطت البابريكا على الفراخ والزعتر نقل الفراخ في حتة تانية ايه رأيك بتعم الفراخ؟ لحتها بقى بتعم دالش تبادر قوي على مندوق طيب ايه الخطوة اللي تتم بعد كده احنا بعد كده عايزين دلوقتي نشوف الماكارونا بيتهياء لقربة تستوي على زوق النهاردة طيب عايزين معاك فراخ مستوية ومعاك الماكارونا في طريقة ان هي تستوي خلاص عايزين ناهم البقى اللي هي الكريمة بالظبط كده عايزين شوية مياه هنا والكريمة اللباني الكريمة اللباني هي تفضلي ونخلي الماكارونا تكمل سواها في يا راك هاخدلك شوية شربة في الحالب شربة الماكارونا اه طبعا شفت بقت ركادي كده شفت اهيت وشربة الماكارونا فيها نشا فمش محتاجة ان كنتي تديها قوانا بالظبط خلاها كده الفراخ تكمل سواها وانا دايما بحب الماكارونا تستوي مع الفراخ عشان بتنتص كمان الطعم والبهارات اكتر لما لما تبقى لسه نص سوا ومع الكريمة بتبدأ تنتص كل الحاجات ها تمام زي الفراخ هي صدور الفراخ دايما بيبقى بصراحة بتعمل منها حاجات كتير قوي ايه اللي ممكن تعمليه بصدور الفراخ غير الماكارونا اللي احنا عملناه نارا اه معاك بين ايديك دلوقت صدور فراخ شرايح صدور فراخ شرايح انا زي موتاك بعمل اللي هو المحشية سبانق حاجة تانية كمان بتتعمل زي كفتة كده عارف لما بتعمل كفتة الجنباري او كده الفراخ دي بتضربها في الكابة كلها بتحط عليها بقى يعني بتحمر بصلة وعليق حط بس الكريمة الاول لان ملاحظ الاستاذة ليلة ويها بتتكلم عن الاكلة كانت بتقدم نشرة يعني بتشرح جواعيك دلوقت بتعارف بقى الكفتة بقى يعني عارف انت ازاي ايه بعدين بتحط يعني بتجيب بصلة بتحمرها بتحط فص توم وبابريكا اه ومعلقتين بقصمات اه وبتحط كمان يعني قولنا بابريكا وقولنا ممكن تبشر جزر ممكن تبشر كوسة اه كل ده بتبقى عجينة وتخورها بالزبط وتخورها وبقى دونس حال طيب فتي بتبقى ظريفة قوي وتحطها بقى على ورقة الزبدة وتدخلها الفرن انت بتشهد لنفسك انكي بتحب المطبخ وشطرة فيه معان المعلومات تول غير كده يعني واضح ان صحابك بيحبوا يأكلوا من ايدك يا سيد ايه ما انا لما بيكون فيه عزومة او كده بطبخ بقى ايه بمزاج او اه فهي يمكن ايه ويمكن يعني بعض الاكلات مش على زوء المعزومين هلما بتعملي عزومة بتعملي على زوء كنت وعلا على زوء اللي انت عزمه لا مش على زوء يعني ممكن اعمل صنف واحد على زوء بس براعي ان بيبقى فيه بقى كمان الاطفال الصغيرين بيكونوا عايزين يأكلوا حاجات مختلفة غير الكبار يعني مش كل الناس هتتقبل كل حاجة فدايما في العزومة بتلاقي بقى في تليفون صغير كده تحب تأكل ايه ولاد النهاردة اعمل لكم ايه بالذات براعي بقى الولاد الصغيرين ان هم احيانا بيبقوا محيرين لو متعودين يأكلوا حاجة معينة فدايما بتلاقي الحاجة المضمونة اللي هي ماكرونة بشامال رواقب اللحمة المفهومة الكل كده كده هيحبها محدش بيعترض عليها محدش بيعترض عليها طبعا الفراخ البانيير بالضبط صنية البطاطس بالفراخ الحاجات التقليدية ها رأي حضرتك في اللوحة الفنية اللي انا بعملها دلوقتي هايل شفت الطبق ده ده طبق فول طبق معطبر ها استهل السجوء انا ما شفتش حيك حطيته ايه في الصلصة ولا عملت ايه لا انا السجوء حمرته في شوية زبدة وفص ثوم زبدة وثوم ونزلت عليه بتماطمية مبشورة كده والطاجن ده يخش الفرن دلوقتي ياخد لول ياخد وش بما ان انا حطت زبدة وعلى فكرة شفت ده ده اللي عودة النعناه ده عودة انا اخضر هاا عشان رحتي التوب اللي يأكل من الفول ده مباش ريحة التون في مقارون فاننا احنا بيفصل ريحة التون ناخده في الفرن ياخد وش يبقى عشر دقايق عشر دقايق بس ياخد لول بما ان انا حطت زبدة السجوء ياخد لول هاا هو مستوى ندخل الفرن بعد ما ندخله نشوف المكارونة ندخل الفرن وكيف مع بعض يلا حلوة احنا كده تمام ممكن نشوف بقى المكارونة نحطها تجد الفول بالسجوء هنا يا أستاذة ليلى مستوى ان فيه العناصر الغذائية اللي بتدور عليها اذا كان بروتين حيواني بروتين نباتي طعم خبرة طهوية كل حاجة موجودة حال الدجاج مع الأستاذة ليلى اخباره انا المكارونة المكارونة مع الدجاج هذا جاهز ننزل بالمكارونة ننزل بالمكارونة اعتبرها بقى ايه خبر بتقدميه ازاي تعملي شربة المشروب انا ممكن اقول لك شربة الطماطم ليوا مقاومة شربة المشروب ففاوية انت بتاول الوصف عادي قليها عاجل بقلي الوصف عادي اه بالكريما اقوليها نفس الفكرة التي نستخدمها دي اه انا مش بعملها بصراحة شربة المشروع دي خالص آه باعمل بس ال Nein شربت الفراغ بالكريمة نادران بصراحة يعني شربة الفراغ في الاخر بنزل بمعلاية دي نشوحهم مع بعض برضه وننزل بكباية من الشربة شربة فراخة أو شربة لحمة يفضل شربة فراخة وبعدين ننزل بكباية حليب والكريمة اللباني غلوة على النار معلاية دي اللي انا قلبتها مع المشروب والتومة والبصرة هي اللي هتديني القوامة لشربة المشروب دي خلاص محتاجين نطفي عليها دي جاهز عادة شوية ريحان بس خلص المكرونة تسلم ايدك لان كده هي بدأت تشرب لا انا عايزك تحط انت بقى بدأت تشرب الكريمة فمش هيتبقى سوس كده طيب انت بتعمل شرب الطماطم بعمل شرب الطماطم اه انا عايز قد اسمع من حضرتك كده مقدمة لشربة الطماطم شربة الطماطم بنعملها بطريقة مختلفة شوية عن اللي بنعملها هنا في مصر يعني برضو هي طريقة بولندي كده يعني الموضوع مشابه بس مش نفس المكونات اللي نحب نسمع بالبولندي بالمصري المهم انك تقوليها بالنشر الاخبارية بالطريقة بالفصحة يعني بالفصحة اه بيبقى عندك طبيعي شربة بقى شربة لحمة او شربة فريخ وصلصة مش لازم طماطم يعني بتحط الصلصة هي الاساس فيها ان هما بيعملوا فيها حاجة زي النودلز كده بتجيب بضايا ثلاث معالق دقيق ومعلقتين مايق وتفضل تقلب فبيبقى عندك زي عجينة تبدأ بقى المفروض ان الصلصة والشربة دول بيغلوا على النار تبدأ تصب بقى العجينة اللي عندك بتحاول تصبها يا ممكن تطلع منك تطلع عشوائية طبعا مش كلها شكلها متشابه بتبقى عبارة عن نودلز بتسيبها بقى تاخد غلوة وبعد كده في الاخر بتحط كريمة حمضية او ممكن تحط زبادي لو ما عندكش الكريمة حمضية اه لا خالص لا انت بتاخد يعني علبة الزبادي دي بتاخد معلقتين من الحلة وتقلب الزبادي فيها وتكبها دي عطرية البولندية اه بالضبط هي الفكرة اللي فيها بتبقى فكرة المكارونة اللي انت بتعملها بنفسك اه 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 والمكارونة دي ممكن تعملها في الشربة العادية برضو مع البقدونس والجزر المسلوق وكده بتبقى ظريفة جدا يعني وبتبقى في نفس الوقت مش نشتيئي لأي واضح ان كنت خبرة فيها وتتشرح الطريقة وانا بحبها طيب نغرف المكارونة ايه رايك من الطبق الحلو شباية ليلة لما تغرف طبق مكارونة ممكن هنا عشان متوحش اه ممكن دي فكرة اه وحط المكارونة هنا ايوة ممكن نقرب ده كده ولا هيبقى باينة تتغرفي المكارونة لديوفك دلوقتي ولاد الجايين عايي اختار معك هي فين من الكاميرا لازم تبقى بينة ايوة مخرجنا جميل هنشوف مقادير شرب الطماطم على الطريقة التي للي متحبها لأستاذة ليلا لا اصơ nosotros لن Learn English سنقوم بتشربة الطماطم على الطريقة المصرية شرب الطماطم بالكرافس الكرافس الملك الشربهاGG الكرافس على شربة الخضارب تماطم ونشر القجمة هذا طلب لايلاictional انا القجمة ومعنا قجمة بصل ومعانا توم ومعانا شوية كريمة لباني وهناعمل شربة المشروم ودي مطلوبة على الفطار دايماً طالما احنا ما عندناش حاجة فيها طماطق الماكورونا بالويت سوس تعريباً آه بالظبط والممكن تحط جبنة مزارلة اللي هو انت حابة على فكرة أكيد تيانا بعد ذلك هاي والشربة على الشاشة حالة هنحط البصلية النعمة تعلمها بقى دي يا سوزة ليلة دي غير اللي حضرتك كنت حباها مش طيب اعم خلونا نحمر البصلية لان لازم البصلية تاخد لون عشان تيدي طعم للطماطب والاستاذة ليلة بتجرب نشتبق المكارونة الجميل اللي بيتكلم مصري من بين ايديها شوفت المقدمة دي اذاعي جميل انا مزيعة اتنا كان ممكن برضو نحط فيها فلفل على فكرة زي ما انت حابة انت اعملها على زوءك انت ومعانا صنطة البابا غنوج هنعملها النهاردة بطريقة مختلفة تناسب السحور وتناسب الفطار هو هتروحوا بعيد تبقوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وضيفت النهاردة وضيفت حضراتكم الاستاذة ليلة عمر نجمة النشرة الاخبارية على شاشة القناة الاولى جمهور ممسوط بحضرتك قوي وقدر يعرف تفاصيله عن المزيعة اللي بيشوفها دايما في تقديم النشرة الاسبوع الجاي بقى تبقى تتجاهز بقى حضرتك بقى تستريح بقى تشتغلت كتير اشتغلت كتير النهاردة ايه رايب؟ خلاص ااخد مكيني مش هقلب حاجة تاني؟ ها تعمل بابا غنوك؟ اعملها بقى تعمل بس ازا احمد الاستاذة هي حابة تشتغل انا سايفة صحيحة كنافة هنا بمناسبة الكنافة ازاي نعرف نخليها يعني لما تدخل الفورن تبقى مقرمشها عايز عايز تعرف طريق تعمل بكنافة بابا غنوك تعرف تعمل ازاي؟ بابا غنوك عارف عامله ازاي اه؟ عايزين توم اه؟ انا بعمله بالطحينة بس انا شايفك جايب هنا زبادي فكر احط الزبادي كده فيه الشوكة والملح والفلفل والملح والفلفل والكمون وكمون اساسي معالجين جاي وعاصر اللمون موجود عندنا موجود قد راحتك بقى في ايه؟ في الموضوع بابا غنوك وانا المقادير دي بقى بحطها ايه؟ انا بحبش بالتقيد بيقولك ربع كوباية لا لا بتدق وتشوف عايزة تزود لمون اكتر تزود ملحة اكتر طيب تماما ايه انا بعمل كده بصراحة انا بحب فيها اللمون والخلق وكمان الشربة خلصت ازاي؟ استفدت مية الماكارونة استاذا ليلى؟ استفدت مية الماكارونة ايه حطتها على شربة؟ ايه تنفع على الشربة لسه اخلي بالك انا بحطة ملح فانا يبقى فيه كنترول في الملح السادة المشاهدين الملح الف مية الماكارونة؟ التركيه دي مهمة جدا انا سلأت الماكارونة في المية دي خدت من المية دي شوية عملت بيوهم سوس الدجاج او سوس الماكارونة بالكريمة هي نفس الميا نفس مية سلق الماكارونة بملحها بزيتها وكل حاجة أخدتها واستعنت بها في عمل شربة الطماطق ده مش غلط ده صح بس الخطأ في إن كنت تحطي ملح تاني زيادة وعندك أنت حطة ملح في سلق المكرونة فتغلطت غلطتين فدي مهمة جدا تعملي كنترول على الملح معاي أستاذة ليلة في الموضوع معايك أنا حط زبادي مع البابا غنونك فكروا حط الزبادي أحط زبادي هجربها هجربها بالزبادي أنا حطيت شوية تحينة بس أنا أحط تدريجين كده وأشوف يعني اللي محتاجة أحطه أكثر زي الفل تمام بس إحنا ندلنا الدنيا هنا حط شوية باقدونس كمان نعمين طبعا لازم الباقدونس بيفرق في الطعم كمان الباقدونس مهم جدا في السلطن مفيد وفي حاجات كتير هو بيدي طعم للحاجة دايما ممكن نغرفه هنا ممكن لا نزود بقى شوية هنا طحينة كمان ولا لو أنا هعملها كده بزود الزبادي أكتر ولا الطحين برحتك يعني أنا عايزك تعمليه برحتك أنت خالص طلعي خبرتك في عمل عشان كيف يحاجات بتتعامل بعد الفطار عشان تعرف تدوق واتسيبها ثاني يوم بالمناسبة بعد الفطار أنا شخصيا أحب الأول أخذ الطمر والعصير وصل للمغرب حضرتك أنت نفس الموضوع مثلا تفطري بعد صلاة المغرب ولا على طول أعود على الفطار مرة واحدة أنا أعود على الفطار مرة واحدة وبعدين أحب دائما نبدأ يعني العصير بحسه ومش بحب بشرة بعصير سائع شفت الفول ده مع السجوء عملا شكله روعة يعني بحس بحس محتاجة دفع زي الشربة دلعها فيروب دلعها الطبع ده يستاهل أهو ده الشربة بتاعتنا يعني بفضل تبقى الشربة أول حاجة تتخذ شريقي بعد التمع على الفطار عشان دافية يعني العصير بحسه سائع قوي على معدة فاضية أعمل لك عصير أمر الدين أولا أمر الدين داوبنا في مياه سفنة وبعدين بعد ما داب حطينا عجل سكر سكر وقدمنا برضو أسازنا حضرتك تصبعونا أنا أمر الدين بصراحة ما بحطش عليه سكر حتى لما باجعمل خشاف مش بحط لأن هي الحاجة بتنازل هتحط ده ميشي أغرفين بقى تصبعونا أمر الدين بعد يزن حضرتك ممكننا العجلة أحبة حسنا 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 ماذا دي أمر الدين؟ تقيلة أم تحبيه خفيفة أم لا هذا معقول هذا ولا خفيف ولا تقيل حسنا شوفت هذه الصلاطة حسنا حسنا ما ركب المينيو اليوم؟ هو لطيف؟ لا يعني أنت تعزمت مثلا وجاتت لك عزومة وروحت لقيت هذا الأكل على الصفراء حكمك على إيه؟ أنا بحب البتنجان في أي حاجة صلاطة بابا غنوك أحبها غير الميزة فيه لا شوفت بابا غنوك في الطباب يتكلم مصر إن إنت لو فعلا تزنقت في حاجة ممكن تعمل الوجبات دي ما بتاخدش وقت سريع بتاخد وقت قليل قوي في بعميلها فدي بصراحة بتبقى ميزة لو أنت لوقت اللي معاك قليل أو محتار تعمل إيه؟ ودي حاجة ما فيش حد حيرفض إنه يقول ليلى لو دخلت المربك تعمل الأكل ده في الطايم بتاعنا ده اللي هو إحنا بدأنا من الساعة ما بدأنا من الحلقة؟ يعني ممكن أخذ نصطية أزياد شواء نصص ساعزيدا عن كده يحصل حتى تبتشطرة حاجة أصلاكت متقطعة يا شيف؟ أنا لدى لذا كنت هكتشطة بقى يحصل الفريخ وفي حاجات كده بتبقى محتاجة تجهيز قبلها حررت هذا المبذل؟ بابريكا هو دي شوطة؟ بابريكا هادية خالص أمين؟ كوركوم؟ أنا طبق السلطة ده أهم حاجة عندي بصراحة بشكل عين على الأكل دايما هنعمل إيه بقى؟ هنعمل إيه بقى؟ آه، أوكي، شكراً شكراً تسلمي ديك حالية النهاردة زي ما حضراتكم تابعتونا من البداية ويا رب تكونوا اتبسطتم معنا معنا نجمة من نجوم شاشة القناة الأولى بنشوفها في تقديم النشرة الإخبارية شطرة تتميز بأداء الهدوء والجمال والأناقة والثقافة في معلوماتها وفي تقديماتها طبعاً للنشرة الإخبارية على شاشة القناة الأولى ولكن حبينا في الشهر الكريم يكون لنا اختلاف ورمضان في مصر حاجة تانية طبعاً وكمان على شاشة القناة الأولى حاجة تانية باستضافته لنجوم شاشة القناة الأولى كل يوم معنا ضيفها مش هنقول ضيفها يا صاحبة مكان بدأعرف منها تفاصيلها في الشهر الكريم يومها بيبدأ إزاي إحنا حشريين يعني يعني أنا شخصياً بحيب أعرف النجمة اللي بشوفها بتقدم النشرة الإخبارية معناها صعبة جداً يعني أنت بتقول البطبخ صعب لا أنت أصعب أه لا يعني أنك تأخذ القاعدة وتقول النشرة باللغة وبتغلطيش هذا موضوع صعب يعني تأكيد بس رمضان فعلاً في مصر مختلف والواحد دايماً بيستقبله حماد بيعيز يعمل حاجة ما عرفش فيه أجواء ليه الناس بتيجي من بره دفيه ناس بتيجي جاءلاً من الدول العربية حتى كتير قوي عشان يقدر رمضان في مصر يعجل أجازته بيبقى فيه روح مختلفة الفرسحة بتاعته والليك أهزل في رمضان الناس بيتبقى مبسوطة قوي وحب أنها تقرب من بعض تاني بيبقى فيه خير كتير بيتعامل وموائد رحمن وفيه حاجة كتير قوي بتميز الشهر وكالي الأيام عدت وكل بيفطر وكل بيبقى مبسوط بالضبط كل بيبقى عنده استعداد يعمل خير غير بقى فيه أجواء بقى روح في الشوارع كل الناس مهتمة تزين الشارع تزين البيت بتاعها تعزم لو أنا طول السنة ده مش موجود أنا سفير في دول كتير ده في رمضان ده بقى عايزة مش موجود بالضبط صفرة بتاعتنا صفرة آنيقة صفرة جميلة بوجود الأستاذة ليلى عمر طبعا أنا اللي بشكرة جدا إذا كنت غنبت في الاسم لا عايزة جدا هيا أستاذة مي كانت طول الوقت على الإيرفيس عملها دوشة لا مش عملها دوشة ولا حاجة لا نستيكوان معانا الأمر جدين معانا مكارونا بالدجاج والكريمة معانا بابا غنوج معانا طاجن فول جامد جدا معانا شربة الطماطم اللي الأستاذة مي بتقول اللي تنسيتها خدت بالك هنغرفها بسرعة ومعانا طبعا نجمتنا النهاردة ضفت وضفت حضراتكم الأستاذة ليلى عمر اللي نورتنا النهاردة ومبسوط إن أنا كنت معاها النهاردة إيرك في الشرمة يعني قولي على العزة قولي رؤية وفن وإبداع بس أنا لو ما كانت كنت هضرابها بقى بالبلندر أنا بحباك شفت إزاي كده وجوتها كده تحوط بقى كرافس في الآخر كرافس ده وهي عالصفرة وهي عالصفرة آه بالشكل أو علشان لو حطيته هي سخنة زي ما كان يتسلق فيه هيدغاية كرافس نازل بيتحك عليها إزاي دي شربة الطماطم على طريق لأن الطماطم هنا متأشرة أوه رؤية فن إبداع بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى وفضايا المصرية من ماس بيرون